كوادر إخوانية وإنما بيستخداموا اللي زيه من تاني هناك من ضمن الناس اللي زيك اللي هم مغرر بيهم أو هم راحوا بمزاقهم بس ركبوا الموجة مثلا يعني خلينا نقول إن كان يعني زي ما قلت حياتي حلقة الفاتت انقسامه كان طبيعي كل إنسان لزروف تختلف وتتعدد إن كل إنسان يختار مصار لكن المهم إمتى الإنسان يعرف يرجع إمتى الإنسان يشوف لأ مين هناك زيه هشام عبدالله وهشام عبدالحميد مسر دول مش علاقة بالإخوان طبعا طب معتز مطر ومحمد ناصر ومحمد ناصر ومعتز مطر مش إخوان أنا مش إخوان طبعا طبعا مش إخوان بس بينفزوا عشندوتهم با دلوقتي طبعا 100% مقابل فلوس وبيزيدوا وبيزيدوا وبيجودوا وملكيين أكتر من المالك بكل أسف يعني الاستفادة الوحيدة فلوس أه طبعا وشهر وأنا بقول لحضرتك وإحنا بنتكلم على فلوس بنتكلم على فلوس كتير يعني تلاقي شاب كده إخواني بقى من العنصر الملكي يعني رويل ده إخواني على أبوه بقى اللي هو أولا آه فرزا أول آه فرزا أول مرضي عنهم شاب 22-22 سنة والده مثلا قيادي في أفريقيا بعتلوه بقى اللحمة وبتعوه حاجة زي كامل أفريقيا فتح الله عليه أخل لكم فتح الله عليكم وعمل فيلم على الموفي ميكر أنا شفت ده بنفسي فجأة يتعمل له شركة ويجي له التمويل واحدة القنوات الفضائية تخصص له حصة من الأفلام التسجيلية اللي بتنتجها بدون تحديد طبعا يقدم ميزانية للفيلم التسجيلي 80 ألف دولار 100 ألف دولار 90 ألف دولار 120 ألف دولار وقد حدث هو يصرف على الفيلم التسجيلي ده 2000 تلات تلاف دولار والباقت بصت لأي الولد 23 طبعا الولد ده الحقيقة معلوماته عن الفن زي معلوماته عن الصيني معلوماته عن الميديا زي معلوماتي أنا عن ده اسمه إيه 80 يعني بغض النظر أكتر من نموذج وأكتر من اسمه صدقني يعني هو يفرح أيها لو ذكرت أسمها هنا يفرح كتير يعني الحقيقة لن بتفرح فرح وفرحنا والله العظيم يا فندم حدث لو شفت ما رأيته يعني تعتقد أن ذكر الاسم في برنامج حضرتك يعطيه شرفا وزخما لكن أنا كنت في التوقيت ده بسأل نفسي الفلوس اللي التمليلها في دولار جوله منين؟ أو المية وعشرين ألف دولار دولار أحد الروافد ما أنا بقول لحضرتك طبعا فيه كذا رافض للتمويل لأنه هو شغلهم إيه يا رافض للتمويل بقى؟ اعمل جماعيات اعمل جماعيات اعمل شركات تمام ولدرجة أني بقول لحك مرة أحد ده ده هقوله ده دكتور جمال حشمت وكان محافظ ده يتكلمني من كندا وجدت لفرصة يروح كندا يروح كندا بيقول لي ما عايزين نجمع الفنانين ونعمل جمعية للفنانين هو علاقة ويه بالفن طبعا ما اشتركتش يعني علاقة ويه بالفن كنتش بقى بفن بس بدعبس بقى هو مش هي راح كندا ليه؟ أو إزاي؟ أي فرصة أي فرصة لجوء بيجري على طول كندا وخذ لجوء؟ اه خذ باسبور كمان أي فرصة وسب ولاده في في تركيا اه ما علينا يعني لا علينا لا مهم جدا نعم بشروك الناس برضو سايق جدا